لو معايك المبلغ البسيط ده هتبقى أغنى من نص سكان العالم طيب إزاي؟ هو مرتبك ينفع يخليك من أغنياء العالم فعلا؟ نس كتير بتشوف إنه عدم المساواة في الدخل والسروة واحد من أبرز المشاكل اللي بيعاني منها النظام الاقتصادي العالمي وده اللي خلى يكون فيه انقسامات اجتماعية وفئات مختلفة بسبب أوجه عدم المساواة في تقرير حديث بيتكلم عن السروة العالمية لسارة 2023 كشف مفجأة بتؤكد إن 46% من إجمال السروات العالمية البالغ قيمتها طيب ده معنى إيه بقى؟ شوف يا سيدي التقرير قال إن أي شخص في العالم بيمتلك أصول صفية بقيمة 8654 دولار أمريكي هيكون ضمن أغنى نص سكان العالم وده في حين إن المبلغ المطلوب علشان تكون ضمن أغنى 10% من سكان العالم يكون معاك 137.3 دولار أمريكي أما بقى لو بتفكر تكون غني ورقم واحد في فئة أغنياء العالم لازم توصل السروة بتاعتك مجموعة يكون مليون وتمانين ألف دولار أمريكي طيب أنا سدي بمرتبي البسيط ده أبقى من أغنياء العالم الخبير الاقتصادي محمد الحسن في حديث لموقع سكاي نيوز عربية قال إن مبلغ 8654 دولار أمريكي واللي رصدوا تقرير السروة العالمية لعام 2023 أكد إن فيه اللي بينتلك الرقم ده بيكون من ضمن أغنى 50% من سكان العالم وده مبلغ قليل جندان بالنسبة لكتير من الأشخاص اللي عايشين في العالم لكن برضو بيعتبر مبلغ كبير لناس كتير خصوصاً اللي بيعيشوا في مناطق الفق في العالم وبيحققوا دخل يومي بيتروح ما بين دولار أو اتنين كحد أقصى ودول بالمصر يعملوا حوالي 100 جنيه في اليوم أو 3000 جنيه بس في الشهر لو عاوز بقى تعرف عدد الناس الفقرة في العالم فالتقرير بيأكد إنهم مليار نسمة بيعيشوا تحت مستوى خط الفقرة الخبير الاقتصادي كان شايف إننا في عالم ما فيهوش مساواة الفوجوات بين الأغنية والفقرة واضحة جداً وإن عدم المساواة دا للأسف بينتقل من جيل لجيل وده اللي بيتسبب في سوق توزيع الدخل والثروة وظهور بقى الاحتكارات والتكتلات الاقتصادية والفساد وكان شايف إن الحل هيكون بعدم المساواة برضو حد يقول لي إزاي؟ هقولك لو الدول دي طبقت أنظمة ضريبية أكتر عدل وكفاءات وفرضت ضريب أكتر على ثروات الأغنية عشان تمول الخدمات الاجتماعية الأساسية زي رعاية الصحية، التعليم فكل دا هيساعد الدول في القضاء على الفقر عشان يعالج عدد المساواة في توزيع الثروات بكل أشكالها وخليني أشرح لك أكتر وأقول لك إنه كده الخط الفاصل بين الفقر والغنى هو مبلغ 8654 دولار أمريكي وده لإن التقرير تعتبر الفرض اللي بيمتلك أصول صفية بتعدي الرقم ده ضمن أغنى نص سكان العالم الحقيقة اللي بقت بقى معروفة لناس كلها دلوقتي إن نسبة الفقر في العالم نسبة مرعبة بتصعب النمو الاقتصادي على الدول الحل بقى زي ما قولنا في التوزيع العادل والمساواة قولونا بقى الحل من وجهة نظاركم إيه لمواجهة الفقر في دول العالم